هذا وواصل رئيس مجلس الوزراء جولته في مشروعات التطوير بالقاهرة حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حضائق الفستات لمتابعة موقف الإزالات بها وسير العمل في أعمال التطوير كما تفقد عزبة أبو قرن التي تم الانتهاء من إخلائها بالكامل من المباني العشوائية على مساحة تصل لنحو 28 فدانا تمهيدا لبدء أعمال التطوير بالمنطقة ضمن مشروع تطوير حضائق الفستات وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في إخلاء حزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضري يعد إنجازا تاريخيا بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى كما توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمر بن العاص لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة ضمن مشروع حضائق الفستات ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمر بن العاص بالكامل حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذه المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية